طيب تشكيل بقى نتكلم عن تشكيل شوية تشكيل المتوقع من وجهة نظرك يا جميل او التشكيل اللي شايفه الانسب لهذه المواجهة تشكيل المتوقع شرحنا ليه وبعد ما نقول لتشكيل الناس ترجع الناس ترجع ليه بقى باحنا قلنا ليه فلان وليه فلان بقى في حراسة المرمى محن مصطفى شبير خط الظهر من يومين لشمال محمد هاني روم ربيعة محمد عبد الملعم احمد نبيل كوكا مروان عطية اكرم توفيق امام معشور حسين الشحات رضا سليم ووساما ابو علي ساني واحدة بس هو ضحى بافشة في التشكيل ما هو هو احنا قلنا لو لو كوكا وافشة لعبه او كوكا و اكرم توفيق يعني يا ده فرديات هو كم ميل ان يكون افشة هو اللي بدأ في البداية لكن هو هو اتكلم دلوقتي من وجهة هو قال لو اكرم توفيق انا ميل للفكرة اه يعني امالي الفكرة لكن الراجل قناعاته انه بيغيرش بيغيرش كتير و لو هو عمل التغيرتين دول بمناسبة اه بعمل تغيرتين اه بحاط الكوكا وحاطة رضا فهو عمل تغيرتين اهو كولر في المراسية دي مش يعمل ثلاثة اربعة تغيرات بس هو الشكل يعني الشب التشكيل نفسه مش هيبقى كده لانه بربعة تلاتة تلاتة انا معمول اربعة تلاتة واحد فاماما هو لا يبقى تحت حسين الشحات ومران هو ستة ممكن انا التشكيل ده هو هو بس هو بيرسي تاو هو نفس التشكيل بس بيرسي تاو ما كان ريدا سليم بنفس العناصر حتى وجود كوكا ناحية الشمال هو عنصر مهم يعني ما اقدرش اقولك انه ممكن يروح لكريمي الدبيس الناس تقولك ما كريمي دبيس موجود ولعيب شابه ممكن يدروس ثقة لكن مش في بورا زي دي بعيد بشكل كبير مفاجئة المفاجئات في المورا دي ببدء بأفشة أفشة? اه ولا انا شايفه حل انا شايفه اللي انت يبقى عندك دكة قوية اه تشكيلتك ايه تشكيلتش ايه بالضبط هو نفس التشكيل اللي اتكلم عنه جيمي لكن بوجود بيرسي تاو انا شايفه بيبقى حل مهم للنادي الاهلي سعاد في الماتشاط دي بحس انها جاعة الهجومية عنده بتبدأ انها تظهر بحس انه بيتحول وشخصته تتحول في الماتشاط الكبيرة بيحب الماتشاط دي في لعبة بتحب الماتشاط دي بتحب انها تظهر فيها صح فدايما بيرسي تاو اتليه في الماتشاط الكبيرة اللي النادي الاهلي بيحب انو يظهر فيها ولا حايف بيرسي تاو كمان ميزة باحترمها فيه جدا بينك وصين كده لعب هادي خلينا نقول هادي يعني هادي جدا وسط الضغوط يعني المباراة دي فيها ضغط كبير جدا ضغط الجماهير ومحتاج ان اللعب يضغط كبير في شكل جاي بيرسي لو الدنيا بتتهدى حواليه ما فيش ما بيحسش لقطه الشهيرة في مباراة السوبر امام الرجاء لقطه في الدقيقة بيستلموا في وش الجون وعلشان مش مغضبونة بيرجع ويرقص ويحطها لطار محمد طاري والأهلي بتاعي بالزبط كيف يعني دي 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 ابرز لقطه عن جوديا وان كنت الكرامل اللي قاله جيمي انا شريه وريدا سليم كاجناح حل جايد بس ممكن يكون ليه جزء في المباراة ما هتخبرك تسعين دقيقة ما في تسعين دقيقة فهو الراجل هيبني بالشكل اللي هو لعب به مباراة الزهاب بس هيغير كوكا لكن هو طول ما هو شايف الجيم لو الجون اتأخر هو بعنده حلول كتير جدا عندك اتكلمنا مش وقا عن وجود عبدالقادر واهمية وجود عبدالقادر عندك بعندك متنفس ناحة الشمال افشا لو ما بدأش بقى هيخش في تلتي ملعب وتفرج عملية السلاسي بتاع وصل ملعب وتحول الطريقة تانية لأربعة تانية تلاتة واحد وشوف نظوره وأهميته في مباراة الزهابالك في السوبر لما نزل حول المباراة صالح النادي الاهلي ازاي وفي نهاية كاس مصر قدر انه يحوله بالشكل الجيد اللي ظهر به في ملعب ممكن اقول حقا كمان في قصة ريدا سليم دلوقتي فكرت فيها جيمي احساس ان ريدا سليم ممكن يبقى ليه دور مهم جدا في الشوت التاني لو المباراة اعزمت ليه انه ساعاتها هو ساعات بيلعب ساعات مرس الكرة بيحول الطريقة الاربعة اربعة اتنين هيبقى هنا مهم اول ريدا سليم يبقى على اليمين على الشمال يبقى حسين الشحات وكهربة يبقى فاتح التالفين طول الوقت دي نقطة موافقة جدا هيبقى ساعاتها مهم جدا ريدا سليم يبقى فريش ونحية اليمين موافقة جدا عليها بس هو في الزحمة ريدا مش لعيب زحمة ريدا تديله في المساحات اكتر يفيدك اكتر فطول ما النتيجة صفر صفر والنتيجة متأخرة فرقة تترجع تفضل تنزل لتحت تنزل لتحت تنزل لتحت فعمال بدايق لك المساحات في التلت الاخير ده يصعب الامور على اي حد وفي الحالة دي لقدر الله لو الاهل وصل للتوييد ده فالورقة الاولى والاهم بالنسبالي في الحالة دي هو احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر لو وصلنا للاقدر الله للحالة دي في المساحات الديقة في اللعب السغير واحد على واحد طبعا اهم حل في الخط الامامة بتاع النادي الاهل هو احمد عبدالقادر في انه بيقدر يعدي واحد على واحد في انه يقدر يشتغل في المساحات الديئة بعكس بيرسي تاوي بيشتغل انسايد اكتر ردا سليمي حلو مختلف عموما يعني ردا سليمي راجل بتاع السرعات وراجل بيقدر يشتغل ويفتح الخط ولاين وينجر بعكس احمد عبدالقادر انه بيشتغل ناحة الشمال بيشتغل دايما انسايد انا اسألكم سؤال رامي رابعة هيبدأ ولا ممكن نشوف ياسر براين لا رامي طبعا رامي يوم في المية فاش كلام هاش كلام اقدرش ما اقدرش ما اقدرش احد في الدنيا يقدر يعمل ده الا لو رامي عنده اجادة واصابة الا لو رامي عنده اجادة واصابة وكمان معام متولي يعني هو حتى لو يفكر في حد غير رامي هيروح لم يتولي مش هيروح لي ياسر يعني ياسر بالنسبة له هو رقم ثلاثة بالنسبة للجهازات البدنية للعيبة فموجود رامي ربيعة لو هو حتى عايز يغارش شكل الدفاعي للنادي الاهلي عشان لو فيه دماغه تنفيذ كرات السبتة وشوفنا الايجادة اللي ظهر بيا محمود متولي فهيروح لي محمود متولي مش هيروح لي ياسر في ياسر اعتقد يكون بعيد خالص جيمي انا كنت بتكلم في المقدمة النهاردة انه كابتن خالب بيبو احتوى شوية زاعة الكهرباء كان عايز يشارك في مباراة الزهاب هل الكهرباء محتاج يبحث لنفسه عن دور جديد في الفريق في طريقة مارس الكرار هل محتاج يبحث عن مركز الجناح مرة اخر مركز الجناح اللي بادئ فيه كارابا او مركزه الاساسي ولا ينتظر فكرة انه المهاجم التاني في النادي الاهلي خلاص ده هو وقع لا هو يفضل يعافر على انه يبقى المهاجم بالاول يعافر يحاول انه بالمناسبة هو مركز الجناحة وش مركز فاضي مركز ملايين العيبة بس ظبط ومركز سبير ستاو ريدا سليم وحمر عبد البي وطهر 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 موجود عنده قناعة جبه وكريم فؤاد وطهر محمد ورجل عنده قناعة على الاقل باربع لعيبة منهم انهم رقم واحد واثين في ديمين واحد واثين في الشمال فانا بقى تعالى دور من الاول انك تاخد بوزيشن تاني تبقى رقم ثلاثة وتبدأ وتعلي نفسك لا انا شايف انه رحيل مودست مؤكد فهو لحين اشعار اخر فيما تبقى من الموسم هو الرجل رقم اثنين فلا هياخد دقايق وهيلعبه وبعد بطولة افريقيا هيكون معدل لعب الاهل اللي مؤكد كل 3 اربعة ايام فموسام ياخد مطشاطه واخد مطشاط لا اشاف ان هو على الاقل لحين نهاية الموسم يكمل زي ما هو كمهاجم تاني لانه مليون في المية هيلعبه مليون في المية هياخد دقايق وارد كل دور في مباراة السابت ان شاء الرحمن كل دور مؤثر وهرجع وقولك تاني انه هتلاقي على نفسك كتير هجومية ودكة الاهلات قال من دكة التراجب كتير ولا مقارنة ولا مقارنة ما بين الدكتين فالناس كل الناس اللي تبقى بموجودة في الملعب تهدع على اللعيبة ما تستعجلش النتيجة ولكن حزاري النادي الاهلي انه يوصل للشكل اللي كان جايبه الشاب في الدياة 83 انا خلاص صفر صفر او انا عايز ارجع في النتيجة فطر رفتح الجيم يبقى عندي مشكلة في الارتداد واستقبل هدف التاني والذكرى الحزين انا لاتي لقى تفارق رأسي ابدا منذ 17 عاما مبارة النجم الساحلي هو كان الشكل ده اهلي ضاغط طول الوقت ضاغط طول الوقت وامل الشرميتي يخلص الامور بطولة 2007 كان فيها بقى مشاكل تحكمها وظلم تحكمه وعبد الرحيم العرجون يعني بس مش هنروح للحتة دي دلوقتي لكن اتمنى الاهلي لما توصل الديا 60 او 70 تكون النتيجة لا هي صفر صفر ولا هي واحد صفر تكون الاهلي متقدم بفارق مريح يريحه ويهدي الامور يخلي الترجع يندفع تماما ويسهل الامور اكتر على النادي الاهلي كل اهلي واصل لديا 70 وهو متقدم بفارق مريح متقدم بـ 2-0 يخلي الامور اسهل عليه لان حتى 1-0 هي نتيجة خطر جدا جدا هدف يخسرك البطولة طيب الصحافة الاسبانية بقى لها كذا اليوم بتتكلم ان تيبي كورتو هيبدأ مطش الفاينال بتاع تشاملز ليج قدام بروسي دورتموند بعد غياب طويل او لعب صحيح في الدورة بس بعد غياب طويل يعني هل ممكن نشوف يعني ما تعتبرش ورده مفاجأة اول لو الشيناوي لعب بس هل ممكن الشيناوي نلاقيه في المباراة النهائية ولا هيعتمد على الاشتراك شايف الموضوع صعب ان الموضوع اللو كان في فكر كولر كان نستخدمه في مباراة الازهاب اللي هي اكتر ضغط شو بيركن هو اللي موجود في الفاينال في مباراة الزهاب اللي كانت في السادسة القابرة قدام الوداد ولعب و 600 ألف متفرج وظهر بشكل جيد وكان واحد من أهم اللعيبة اللي كانت موجودة في تيمي نادي الأهلي في المباراة دي ونجحت مع النادي الأهلي أو قادر نادي الأهلي انه يخرج من مباراة دي فايز انه أنقذ أكتر من هدف في المباراة لا أنا شايف كولر مش هيروح للفكرة دي تخلي بالك وفي مرات العودة الشرناوي كان مصاب ورجع تمام أنا مش معطار بس انت بتتكلم في كيس انت بتتكلم في كيس معينة لكن انت بتتكلم في غياب أكتر من 4 شهور أو 5 شهور لمحمد الشرناوي وأن تقريبا 80% أو 85% من مباراة البطولة اللي لعبها شو بير مش بس كده هو ماشي بران مش طبيعية بالزبط يعني هو مصاب شو بير كلينشيت ماشاء الله في تمام مباراة يعني كل المباراة اللي لعبها يعني لو أنت حتى كمدرب أنا مش لقيه لك سارة يامي عادك بسبب يعني لو أنت التجارب دي مش حيب عنده أي مبرر إنه قاعد مستوى يمكن هذا ده الفرق مثلا من كورتوا ولينون في ريان مدريد إنه في فرق كبير في المستوى بين الزبط كورتوا ولينون يعني كان لون أنقذ ريال في كتير بس مش أعظم حاجة يعني فمفهومة يمكن شو بير أعتقد هو يكون الحرس تشكيل النادي الآلي هيكون هو نفس تشكيل مباراة الزهب مع اختلاف أحمد نبيل كوكا مكان على المعلومة عظيم جدا